امام الجماعة في انه سجد واحدة او اثنتين يرجع الى المأمومين كيف يرجع يشير مثلا بيده اشارة معينة انه نحن في اية ركعة مثلا هذه ثانيا نتشهد ثالثة يشير لهم باصابعة فمثلا واحد من المأمومين يقول له بحول الله يعني يقوم متشهد هذه ثالثة او يقول له لها بسم الله وبالله فعرف هذه الثانية وبالعكس المأموم شك يعتمد على الامام فلو فرض ان المأمومين اختلفوا هم المأمومين بعضهم شك وبعضهم له فهل يرجع بعض المأمومين الى البعض الاخر ما يرجع زين الحين لو الامام كان حافظا هذا المأموم الشاك يعتمد على الامام قلنا ممكن الامام شك وبعض المأمومين ايضا شكوا الامام هالشكل قاعد يفكر هذه الثانية الثالثة وبعض المأمومين اشاروا اليه انها الثالثة هو الامام يقدر يعتمد على هؤلاء المأمومون الاخرون لا يمكنهم الاعتماد ان قال قائل زين الآن الامام لما رجع الى هؤلاء المأمومين صار كأنه حافظ للركعة مثلا افلا يحق للمأمومين الشاكين الرجوع اليه لا لان هو الامام لا زال شاك فرض المسألة انه لا زال شاك نعم لو نبه من قبل المأمومين فحصل له الظن او اطمئن اطمئن بما قالوه او حصل له الظن جاز للمأمومين الاخرين الاعتماد على ظن الامام او اطمئنان الامام اذا من احكام الشك حكم يرتبط بصلاة الجماعة الامام يرجع الى المأمومين يعتمد عليهم المأمومون يرجعون الى الامام يعتمدون عليه في حالة الشك المأموم المتأكد يعمل حسب وظيفته احيانا قد تصير قضية من هالقبيل نادر تحصل ان الامام هو متأكد هذه الثانية مثلا قاع يريد يتشهد بعض المأمومين يقولون بحول الله متأكدين ثالثة ما يدير لهم بال يقول انا متأكد ثانية خلي يقولون بحول الله يقوم يتشهد هم المأمومين اللي متأكدين ثالثة ما يتشهدون يسكتون يقولون شنسوي له هذا الامام مشتبه خلي ننتظر الان يخلص التشاهد ويقوم نقوم وياه اذا كان كل منهم متيقنان يعمل كل منهم يقينه يشغل يقينه يعمل على طبقه لا ما فيه اقلية واكثرية لو فرضنا الامام صار مثلا يضرب على رجله اشر لهم كذا بطريقة معينة يعني يريد لها طريقة لينبههم انه شاك يسكت قليلا يعرفوه ما يدري شنو يسوي يقوم يقعد فينبه زين مرت علينا مسألة وهي انه اذا اتى الانسان بجزء من الصلاة باي جزء من الاجزاء وشك في صحته هل انا جبت مضبوط او لا يبني على الصحة ولو لم يدخل في الجزء اللاحق تجري فيه قاعدة الفراغ امثلنا بانه كبر تكبيرة الاحرام قال الله اكبر شك انا قلتها بالشكل الصحيح او لا يعتبرها صحيحة حتى لو لم يبدأ بالحمد حتى لو لم يبدأ قاعدة الفراغ اللي موردها الشك في صحة الفعل لا في اصل الاتيان بالفعل في الصحة يكفي في جريانها اتيان الجزء الشيء المشكوك حتى لو لم يدخل فيما بعده اما لو شك في اصل الفعل يعني الان هو واقف يريد يصلي يقول انا كبرت تكبيرة الاحرام او لا اذا كان قد بدأ بالحمد قال بسم الله الرحمن الرحيم شك انا كبرت تكبيرة الاحرام او لا يعتبر نفسه قد كبر يعتبر قد تجاوز هنا مجرى قاعدة التجاوز اما اذا بعده مقايل بسم الله الرحمن الرحيم واقف شك انا كبرت ام لا يعتبر نفسه ما كبر وهذا الكلام يجري في كل اجزاء الصلاة قاعد يقرأ قل هو الله احد قال انا قرأت الحامد ما قرأت شك يعتبر نفسه قد قرأ ها لانه دخل في جزء لاحق نزل الى السجود شك انه ركع يعتبر نفسه راكع قام للركعة اللاحقة شك انه سجد فالركعة السابقة يعتبر نفسه سجد هذه اكيد ما فيها نقاش فيها نص انما الكلام في ثلاثة اشياء هناك ثلاثة امور فيها خلاف بين الفقهاء الاول الدخول في مقدمات الاجزاء في بعض المقدمات كالهوي الى السجود وكالنهوض الى القيام يعني افرض شخص قاعد ينزل للسجود قاعد يهوي لكن ما وصل الى السجود بعد ما سجد قاعد ينزل يهوي شك انه ركع ام لا الهوي ليس جزءا من الصلاة وانما هو من المقدمات للوصول الى السجود مو من اجزاء الصلاة انتو لما يسألوكم شنو اجزاء الصلاة تقولون تكبيرة الاحرام القراءة الركوع السجود ما تقولون الهوي الى السجود الهوي يعتبر من المقدمات فاذا واحد قاعد ينزل وهذه كثيرا ما تصير نازل نازل قريب السجود بعد جبهته ما وصلت الى التربة شك انه ركع ام لا هل هذا يعتبر تجاوز اختلفوا العلماء عندهم خلاف في المسألة السيد الخوئ رحمه الله قال هذا مو تجاوز التجاوز انما يتحقق بالدخول في الجزء اللاحق يكون يصل الى السجود حتى يعتبر تجاوز اما هذه حالة الهبوط قاعد ينزل هذه ما تعتبر تجاوز وزين وعليه عليه يقول يكون يرجع يركع هو شاك انه ركع او ما ركع يكون يرجع يركع السيد السيستاني يقول لا هذا الهوي يعتبر تجاوز فاذا شك في هذه الحالة وهو قاعد ينزل انه ركع ام لا يبني على انه قد فعل مع ان الهوي ليس من اجزاء الصلاة من المقدمات مقدمات السجود لكن يعتبر تجاوز خلاص تجاوز محل الركوع القيام المتصل بالركوع اللي قبل الركوع اللي عقب الركوع قبل الركوع ما لا ارتباط قيام ذاك قبل الركوع اللي بعد الركوع هو ما يدري ركع اساسا حتى يقول اكو قيام بعد الركوع وهو اذا احرز هذا قيام بعد الركوع معناه احرز الركوع هو شاك أساسا أنا ركعت أو ما ركعت ما يخالف الحين هذه تصير كثيرا ما أنا أنت وقعد ننزل للسجود شكينا أنه إحنا ركعنا لو ما ركعنا إذا واحد قال خد شنة واقف قبلها أقول واقف يمكن هذا القيام اللي قبل الركوع كان منه يقول هذا القيام اللي بعد الركوع فهذه حالة الهوي حالة الهبوط ما تعتبر تجاوزا في رأي وتعتبر تجاوزا عن المحل في رأي آخر مثال آخر مثال ثاني النهوض إحنا لما نخلص السجدتين شنسوي ننهض ننهض إلى النوقف هذه حالة النهوض الارتفاع قاعد يصعد حتى يوقف هذه لو شك فيها أثناء النهوض بعده مواقف مضبوط بالطريق بالطريق شك أنه أنا سجدت السجدة الثانية لو ما سجدت هل هذا تجاوز نفس الكلام يجي السيد الخوئي رحمه الله يقول لا مو تجاوز مو تجاوز التجاوز إذا وصلت إلى القيام وقفت السيد السيستاني يعتبره تجاوزا يقول خلص أنت بعد قاعد تقوم هذا خرجت عن محل السجود تبني على الإتيان الإحتياط فيها صعب بعد كله حسب تقليده الإحتياط هنا مو ممكن لو هذا لو هذا هناك كثير من الموارد اللي يدور الأمر فيها بين المحذورين مو ممكن الإحتياط فيها زين هذا الموارد الأول لحين كلمتين ممكن واحد يسأل يقول يعني ليش هالشكل مثلا شنو السبب أنه هالعلمان واحد هالشكل قال واحد هكذا قال احنا عدنا رواية أو أكثر صحيحة السند معتبرة مضمونها بعض مضامينها الراوي يسأل الإمام عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي رجل شك في القراءة وقد ركع قال يمضي رجل هنا محل الكلام رجل شك في الركوع وقد سجد قال يمضي السيد الخوئي رحمه الله يقول شوفوا هنا الرواية تقول شك في الركوع وقد سجد مو وقد أهوى إلى السجود وقد سجد إذن لازم يكون سجد حتى يمضي حتى يعتبر نفسه مؤدي العمل ولو كان الهبوط هو تجاوزين كان الإمام نبهه قال لا ترى ما يحتاج يسجد هو إذا قعد يهبط وشك لا يعتني فكيف إذا سجد الرأي لي قل لا هذا الهوي أيضا تجاوز لأن فيه تكملة في الحديث الشريف ثم قال يا زرارة حديث عن زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك فشكك ليس بشيء الإمام أعطى ضابط كلية إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره في غيره هذا الهوي غير شيء آخر يعني يعتبر مثل عمل آخر دخل في غيره فعليه يبني على الإتيان أموما كتب هو ما يدري الآن هو قعد ينزل هذه المقدمة خطأ أو مو خطأ ما يدري شاك احتمال يكون مسوي الركوع فهذه المقدمة مضبوطة احتمال ما مسوي الركوع هذه المقدمة مو مضبوطة زين هذه وحدة أحد الموارد التي فيها خلاف في المقدمات إذا دخل في مقدمة أحد الأفعال وشك هل هذا تجاوز أم لا المورد الثاني إذا دخل في عمل مستحب مستحب في خلال الصلاة هناك كثير من المستحبات في خلال الصلاة أوضحها القنوط القنوط مستحب مواجب في الصلاة لكن مكانه في الصلاة في الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركوع مستحب أن الإنسان يشيل إيدة ويسوي قنوط زين فلو شال إيدة قعد يقنط شك أنا قرأت السورة قرأت قل هو الله أحد وما قرأتها ما دخل بجزء واجب دخل بعمل مستحب في خلال الصلاة أيضا اختلفوا السيد الخوئ رحمه الله قائل هذا ما ينفع ما يعتبر تجاوز ينزل إيدة يقرأ قل هو الله أحد لأن هذا مجزء من الصلاة هذا مجرد عمل مستحب في خلال الصلاة السيد السيستاني قائل هذا تجاوز دخلت في غيره هذا غير ما دام دخل في هذا العمل ولو هو مستحب أو شك في الجزء الواجب اللي قبله يعتبر نفسه مسوي مثلا أفرض قعد من السجود وقال بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله هذه مستحبة كلها قبل التشهد التشهد يبتدي من أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذه بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله هذه مستحبات قعد يقراها بعده مو قائل أشهد أن لا إله إلا الله شك أنا سجدت سجد له سجدتين نفس الحشي يجي على رأي السيد الخوئي يقول تعتبر نفسك ساجد وحده سجد الثانية على رأي السيد السيستاني يقول لا دخلت في غيره خلص هذا غير تعتبر نفسك جبت السجد الثانية كثير كثير من هذا في الركوع والسجود وارد استحباب أن بعد الذكر الواجب بعد سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد الله صل وآل محمد وآل محمد زين قاعد يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ثم شك أنا قلت سبحان ربي الأعلى وبحمده أساسا لو ما قلتها نفس الحشي يجي السيد الخو يقول تعتبر نفسك ما قلتها قولها السيد السيس ثاني يقول لا دخلت في غيره خلص اعتبر نفسك قلتها هذا المورد الثاني المورد الثالث لو انتهى أصلا من الصلاة انتهى يعني سلم تشهد المفروض يعني المفروض أنه تشهد وسلم وقعد يعقب التعقيبات تسبيح الزهراء عليها السلام لا إله إلا الله إله واحد ونحن له مسلمون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين هاي التعقيبات اللي نقراها هاي وين مكانها عقب الصلاة مكانها عقب الصلاة الحين واحد قاعد عقب الصلاة بعده مو مستدبر القبلة مو متكلم قاعد يسبح قاعد يهلل يقدس ويقره هالأذكار شك أنه أنا الصلاة سلمت قلت السلام عليكم ورحمة الله أو ما قلت أو شك في التشهد والسلام يدري قاعد من السجود بس شك أنه تشهد وسلم أو لا بس هالشكل قاعد وشال السبح وقام يسبح ما يدري هنا أيضا صاير خلاف السيد الخوئي قل إيه هذه تعقيبات هذه ما لها ارتباط بالصلاة هذا شيء خارج الصلاة وما يعتبر تجاوز خليه تشهد ويسلم السيد السيستاني يقول هذا تجاوز دخلت في غيره خلص هذه التعقيبات تعتبر شيئا آخر محله بعد الصلاة فثلاث أمور ثلاثة أمور واحد الدخول في مقدمات الأفعال فكل امتين هم نقولها الحين ممكن واحد يسأل يقول ليش اعتبرت هذا الهبوط النزلة من المقدمات ليش ما تعتبروها مثلا من الأجزاء من أجزاء الصلاة الجواب أنه هذا شيء وجداني إحنا لما قلت لما نعد أجزاء الصلاة شو نقول نقول تكبيرة الإحرام قراءة ركوع سجود منقول هوي منقول نهوض هذه ما نعتبرها من الأجزاء زين إذا ما نعتبرها من الأجزاء ليش نسويها لأنه رغما عنا نفعلها ما نقدر إذا الحين واحد قام من الركوع يقول أنا ودي أسجد أكون في السجود من دون أن أأتي بحالة الهبوط هذه الحالة البنص ما ودي أسويها وأنا من وقفتي أشوف روحي بالسجود مستحيل مستحيل هذه يسمونها طفرة مو الطفرة اللي نعتبرها العرفية طفرة بالفلسفة يذكروها كل كل قطع مسافة يريد له حركة حتى لو كانت حركة سريعة يعني واحد هو هنا موجود يكون بذاك المكان من دون أن يطوي المسافة مستحيل ممكن الحين تطوى له الأرض بشكل سريع أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك عاصف بن برخيا لما جاب عرش بلقيس إلى سليمان عليه السلام قبل أن يرتد إليه طرفه رمشة عين جاب الهياء بس حتى هالرمشة الآن مشى فيها مشى فيها من اليمان إلى فلسطين بسرعة هائلة سرعة هائلة سرعة الضوء تسميها أي سرعة جابها جاب العرش مو أنه ما طوى المسافة مو العرش هناك مرة وحدة صار هناك لازم المسافة تنطوي كذلك واحد قعد من السجود يقول والله أنا ودي أكون واقف الحين من دون أن أنهض مستحيل مو ممكن هذا لازم أكو حالة نهوض حتى تصير واقف فهذه مقدمات إذن الدخول في المقدمات الدخول في المستحبات التي تكون خلال الصلاة الدخول في التعقيبات اللي هي عقب الصلاة هذه الثلاثة بعض الفقهاء يقول هذه لا تحقق تجاوزا فيكون يؤتنا بالشك وهذا رأي السيد الخوء رحمه الله وآخر من الفقهاء ورأي آخر أنه هذه تحقق التجاوز دخلت في غيره وهذا رأي السيد السيستاني وصلى الله على محمد وآل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة